بسم الله النهاردة هنراجع على افكار الهيكل بتاعة الوحدة السادسة اللي هي القوة الكهربائية الساكنة الوحدة ديت جاي فيها سبع اسئلة في الهيكل سبع اسئلة MCQ وسؤال هيجي في الورقي تعالوا نشوف ايه الافكار اللي عايزنا نكون عارفينها وفاهمينها كويس وبعد كده نشوف ازاي ممكن الاسئلة تيجي عليها اول فكرة عايزنا نعرف اشرح ازاي الاجسام بتبقى مشحونة سواء عن طريق اكتساب او فقد الالكترونات وتبقى عارف ازاي بيحصل شحن الاجسام عن طريق الدلك او الاحتكاك فهنشوفها مع بعض تاني فكرة تبقى عارف الوحدة الاساسية وحدة الشحنة الاساسية اللي هي شحنة الالكترون او البروتون اللي هي بتساوي واحد بوين ستة زير و اتنين فعشر او السالب تسعة عشر وتبقى عارف ان الشحنة هي كمية يمكن قياسها هنشوف يعنيه تالت فكرة ان انت تستخدم جمع المتجهات عشان تحسب القوة المحصلة على شحنة من خلال شحنات تانية حواليها رابع فكرة ان انت تكون عارف ان الشحنات المتشابهة تتنافر والشحنات المختلفة تتجاذب خامس فكرة ان انت تفرق ما بين الموصلات والعوازل وتكون عارف امثلة على كل واحدة فيه السادس فكرة ان انت تكون عارف عملية الشحن بالحث السابع فكرة واخر فكرة هتيجي في الامسكيو ان انت تكون عارف القوة ما بين جسمين مشحنين او كرتين مشحنين والسؤال اللي هيجيلك في الامتحان الورقي هيكون على قانون كولوم والاسئلة هيبقى زي ايه السؤال اللي هيجي على قانون كولوم المثال الرقم واحد والتطبيقات اللي تحته طيب الافكار دي كنا شرحناها بالتفصيل في فيديوهات شرح المنهج تقدروا ترجعوا لها من البلاي لست اللي موجودة في القناة تعالوا نشوف امثلة ممكن الاسئلة على الافكار دي تجيلنا ازاي من خلال الامتحان ده اول سؤال دوت على فكرة ان انت تستخدم جمع المتجهات في ايجاد القوة المحصلة على شحنة معينة من شحنات اخر بيقول لي بتقع الشحنات التلاتة دول على خط واحد ايه هي القوة المحصلة على الشحنة بيه فلازم اول حاجة تكون محدد انهي شحنة فهي الشحنة اللي في النص طيب تخلي بالك قوي من نوع الشحنة الشحنة دي موجبة بتقصر عليها الشحنة موجبة وبتقصر عليها الشحنة ايه موجبة برضه فانت لازم تجيب اتجاه القوة اللي بتقصر عليها دي بيقصر عليها قوتين سي و ايه طب السي بتقصر على البيه موجب وموجب يبقى تنافر يبقى اكيد هتزقها البرا كده يبقى دي قوة سي على بي و ايه و بي اللي اتنين شبه بعض فبيتنافره فده اخد برضه من نفس فكرة ان انت تكون عارف ان الشحنات الموجبة الشحنات المتشابهة تتنافر ومختلفة تتجاذب فالايه بتقصر علي البيه للخارج كده وبعد كده تجيب مقدار كل قوة من خلال قانون كله معادي كي في كيو سي في كيو بي على الار تربيع وبعد كده اتعوض الكي تسعة فعشرة اس تسعة الكيو سي ستة بوانت اربعة فعشرة اس سالب ستة طيب هنا مدهاني بالكولوم قطر خيره طيب هو ممكن يجيب لي واحدات تانية اه النانو لما يكون النانو كولوم فيحل لها الكولوم ازاي بنضرب فى عشرة اس سالب ساتعة الميكرو سيحل لها الكولوم بجيب النانو او الميكرو او الميلي او كل الحاجات دي ممكن تحطها جنب اياaria يعني تحطها جنب متر بتحطها جنب كيلو تحطها جنب كولوم هي نسب سبتة عند طيب نانو 1ET سواءgt كولوم او نانومتر كذلك المايكرو 玉 ميكرو الميلي 10 اس سالب ثلاتة البيكو 10 قص سالب 12 الميجا 10 قص 6 الكيلو 10 قص 3 وهكذا طيب فتضرب ال QA ال QC في ال QB وطبعا أول حاجة ناخد بالنا منها إن أنا ما بحطش الإشارات في القانون يعني لو عندي شحنة من دول سالبة ما بحطش السالب في القانون خلي بالك طب والمسافة لازم عوض عليها بالمتر هو مديني هنا إن المسافة ما بين ال B وال C خلي بالك أنا بجيب قوة B و C فلازم ال R دي تكون ما بين ال B وال C فاللي هي بكام بـ 2.9 من 10 سنتي فبحول سنتي المتر إزاي بأسم عالمية يبقى وخلي بالي إن فيها تربيعة وطلع الناتج طيب وقوة A على B برضو نفس الكلام K في Q A اللي هي 8.5 في 10 سالب 6 في ال QB اللي هي 3.1 من 10 في 10 سالب 6 على ال R تربيع خلي بالك برضو بالسنتي لازم تحولها لمتر تقسم عالمية تربيع وتجيب القوة دي والقوة دي طيب هيطلع لك في الآخر إن الشحنة بي دي بتتأثر بقوة بقوتين في اتجاهين متعكسين القوة المحصلة هتساوي إيه؟ بالضبط هتساوي الفرق ما بينهم بطرح الكبير ناقص صغير يعني عشان ما ناخدش وقت في الحسابات ونجيب القالة وكده فهنفترض مثلا افتراض مش ده النتج الحقيقي لو دي طلعت ب10 نيوتن Fc على B ب10 نيوتن يعني دي اللي هي كده 10 نيوتن ولو قوة A على B طلعت ب5 نيوتن يعني القوة اللي بتأثر A على B في الاتجاه اليمين ب5 نيوتن فالقوة المحصلة هتساوي إيه؟ 10 ناقص 5 فهتساوي 5 نيوتن طب واتجاهها فين؟ في اتجاه الكبير يبقى لليسار فطبعا دي أمثلة حلوها بالأرقام وطلعوا الإجابة الصحية طيب عملية شحن جسم متعادل من خلال ملامسته بجسم مشحون طالما ملامسه يبقى توصيل لو كان قال عن طريق تقريبه يبقى الحث أهو السؤال لبعضه طريقة شحن الموصل بمجاورته يعني أنا ملامستوش لجسم آخر مشحون ومن ثم توصيل الموصل بالأرض يبقى هي دي أتعملية الحث بتحصل إزاي بجيب موصل وبجيب جسم مشحون فتبدأ الشحنات المختلفة تتجازب والشحنات المتشابهة تتنافر وأبدأ أوصل الأرض هنا فتبدأ تشوف أن فيه شحنات زيادة فتبدأ تاخدها وبعد كده أبدأ أشيل التقريد الأول وبعد كده أشيل الجسم فيبقى الجسم مشحون يبقى أنا كده شحنته عن طريق الحث أيهما يصف العوازل الشحنات على سطحها لا تتحرك تتحرك الشحنات فيها بحرية كثيرة لها قوة شدة عالية هي موصلة جيدة للحرارة فما فيش حاجة من دول صح غير الشحنات على سطحها لا تتحرك هو ليه عازل لأن ما بيسمحش بتحرك الشحنات على باقي الجسم بتاعه أنت هتديله شحنة هتفضل في مكانها فهو ما بيسمحش بتحرك الشحنات على سطح بعد دلك قضيب زجاجي بالحرير صار القضيب موجب فأنا عندي قضيب دلكتو بقطعة حرير بعد ما دلكتون ببعض القضيب بقى موجب فتتوقع إيه اللي حصل انت زعنا الإلكترونات من القضيب ولا أضيفت البروتونات للقضيب ولا انت زعنا البروتونات من القضيب ولا بقى الحرير متعادل طيب إحنا قلنا ودي حاجة مهمة على فكرة أن الفكرة اللي موجودة في الهيكل إن الجسم بيصبح مشحون عن طريق فقد أو اكتساب الإلكترونات ما فيش حاجة بتنتقل بين الأجسام غير الإلكترونات يعني ما تقوليش إن البروتونات انتقلت من الحرير للقضيب غلط وما لإيه اللي حصل هو فقد إلكترونات فبقت الشحنة الإجمالية عليه الزيادة الموجب فالإجابة الصحيحة هي إن تزعت إلكترونات من القضيب تبعدت شحنتان من مسافة 4.5 سنطي إلى 5.7 سنطي بأي عامل تتغير القوة الكهربائية بينهما طيب ده بيعتمد على إيه إن انت تكون عارف القوة ما بين شحنتين بتعتمد على إيه بالزبط وده موجود في الهيكل فالقوة إيه علاقتها بالمسافة القوة بتتناسب مع المسافة تناسب عكسي مع مربع المسافة يعني أقدر أقول إن F1 على F2 يساوي R2 تربيع على R1 تربيع عكسي يعني بعكس الواحد والثنين طيب فالF1 على F2 تساوي R2 مدهان بكام خمسة وسبعة من عشر وR1 مدهان بكام باربع ونص تربيع طيب خلي بالك لا هو عايز إيه بأي عمل تتغير الكوة الكهربية يعني هو عايز الـ F2 على F1 فهنشألي بالناحية التانية 4.5 على 5.7 ممكن أحطهم كلهم تربيع طالما التربيع فوق وتحت فهتطلع دي بالآلة وهيطلع لك 0.62 طيب السؤال اللي بعد كده القوة المبذولة على جسيم يحمل شحنة كذا بواسطة جسيم آخر على بعد مسافة كذا هي كذا ما مقدر الشحنة يعني هو مدين الـ F أنا عندي القانون اللي هو F بيساوي Q في A K في Q1 في Q2 على قر تربيع فهو مدين ايه مدين هنا الـ F بتمانية بوينت 4 في 10 أس سالب 5 خلي بالك هو أي يلهي لك في الأول القوة المبذولة ولكن جاب لك قيمتها في الآخر خالص بالنيوتر فما تلغبطش فيها والـ K 9 في 10 أس 9 مدين شحنة Q1 5 في 10 أس سالب 9 مضروبة في الـ Q2 اللي أنا عايزها على المسافة خلي بالك دي بالصنطي قوعد تعوض بها تقسمها على مية وتربع وتجيب الـ Q2 تضرب دفده وتقسم على دول أو بشفت سولف طالما جاي لك في الامتحان الالكتروني فمش طالب خطوات حلها زي ما أنت عايز تحدث قوة التنافر بين شحنتين عندما إمتى بيحدث تنافر أكيد لما بتتشابه إشارتها الشحنتين لو تساوى مقدار الشحنتين ده ما لهاش لازم عادي ممكن يبقى التنافر أتجاذب لكن اللي بيفرق معايا هو نوع الشحنات فبتتشابه إشارت الشحنتين فبيحصل تنافر طيب لو تضعف مقدار كل من الشحنتين بمعامل اتنين فبأي عمل تتغير القوة فبرضو ده السؤال اللي موجود في الهيكل أنت تبقى عارف القوة وبتأثر عليه فأنا عارف أن القوة بتتناسب مع مقدار حصل ضرب الشحنتين في بعض طردي فهو بيقول لي كل شحنة زادت بمقدار الضعف فالقوة هتزيد بمقدار أربع أضعاف القوة الأولنية طيب أي من الآتي وحدة ثابت كولوم لو أنت مش حافظها وعايز تفتكيرها ستعطي لا يمكن أن تجد ستقوم سوف أكتب القانون وتأكد وضع الكيل واحدة فبتفت ايه ففي عارف تربيع على كيو 1 كيو 2 الوف بتتقاس بالنيوتن والعارف مسافة بتتقاس بالمتر وهي تربيع يبقى تربيع والكيو واحد والكيو 2 وتتقاس بالكلوم والكيو 2 بالكلوم فكلوم بكلوم تربيع يبقى بتتقاس بالنيوتن في متر تربيع على كولوم تربيع جسمان مشحنان ولهم المجدار نفسه يعني مدين ان كيو واحد بتساوي كيو اثنين يؤثران على بعضهما البعض بقوة مجدارها تسعين يعني مدين الاف بتسعين اذا تم استبدال جسم جسم واحد باخر له الحجم نفسه ولكن مجدار شحنته تلات امثال يعني كيو واحد دلوقتي بقت بتلاتة كيو اثنين فما القوة التي سيبزلها الجسمان على بعضهما البعض في هذه الحالة مع الحفاظ على المسافة فانا عارف ان الاف بتتناسب مع ضرب كيو واحد في كيو اثنين طب واحدة فيهم زادت تلات اضعاف وبالتالي الاف اثنين هتزيد تلات اضعاف القوة الاولينية والقوة الاولينية كانت بكام بتسعين وبالتالي القوة التانية هتساوي متين وسبعين نيوتن اي الرسوم البيانية التالية صحيح فيما يخص القوة الكهربية بين شحنتين نقاطيتين فهو مدين علاقة ما بين الاف والواحد على ار تربيع فالهي علاقة طردية ولا علاقة عكسية دي عكسية دي طردية دي عكسي مع التربيع او طردي مع التربيع فالعلاقة ما بين الاف وواحد على ار تربيع هي علاقة طردية واحد على ار تربيع طردية لو مع ار تربيع عكسية لو مع ار بس عكسية مع التربيع دلك عمر بالون بكتعة صوف مما اعطى البالون شحنة يبقى مديني كيو كم تبلغ القوة بين البالون والكرة الفلزية المشحونة بمقدار خمسة عشرين كولوم وتوعد مسافة اتنين كيلو يبقى هو عايز الاف ومديني الكيو واحد خلي بالك مدهاني بالسالب بس انا مش بحط السالب معايا في التعويض دي مدهاني بالكولوم ومديني الشحنة التانية بالكولوم خلي بالك مديني هنا المسافة بواحدة ايه الكيلو متر قلنا كيلو متر او كيلو عمتا لما حوله اي حاجة بالزبط بضرب في عشرة او ستلاتة وما تنساش التربيع ويتجيب القوة بالنيوتن ده كده الامتحان الالكتروني تعالوا نشوف الامتحان الورقي ونأكد على نفس النقط اللي اكدنا عليها قبل كده ايه الاختلاف في الامتحان الورقي او ممكن احل واطلع النواة الكلها صح ولقي نفس جايب واحد من خمسة في الامتحان لان زي ما قلنا هو بيحسبك على خطوات حلك فاول حاجة بتيجي تعمل خط على الشمال وتكتب المعطيات فتعالوا نشوف مثلا مسألة زي دي دي ممكن تيجي في البونس مثلا طيب هو مديني ايه مديني الكيو ايه بسالب اتنين هو مديني بالمايكرو قلنا المايكرو بنحاوله بعشرة او سالب ستة كولوم ومديني الكيو بي سالبة برضو فعشرة او سالب ستة كولوم ومديني الكيو سي سالبة فعشرة او سالب ستة كولوم ومديني المسافة ما بين الايه ونقطة الاصل بتلاتة من عشرة والبي ونقطة الاصل بتلاتة من عشرة ولكن من تحت طيب فهو عايز نعمل ايه في الاخر ما القوة المحصلة المبزولة بواسطة الشحنات ايه و بي على الشحنة سي يعني عندي الشحنة سي ديت عايز اكيب القوة المؤثرة عليها المحصلة من الشحنة ايه و بي طيب الشحنة سي سالبة والشحنة ايه سالبة فهينشأ ما بينهم قوة ايه بالزبط تنافر فالقوة من الايه للسي هتبقى قوة تنافر وبالتالي هتأثر عليها بقوة لبرا كده فدي قوة الايه على السي والبي سالبة والسي سالبة وبالتالي هتأثر عليها بقوة تنافر برضو وبالتالي هتأثر عليها بقوة تبعدها وقال لي ان المسافة ديت 3 من 10 ومديني جنب محور وي ان هي بالمتر فتبقى بالمتر لو مديني بالسانتيا حاولها وديت بتلاتة من 10 متر ومديني اني سي ديت على بعد برضو جات كاتب لي جنب محور اكس بالمتر يبقى ال 4 من 10 دي بالمتر حلو فلو جينا نجيب قوة ايه على السي هتساوي ايه هتساوي الكي اللي هي 9 فعشر وستسع في الكيو ايه اللي هي اتنين فعشر وستالب ستة خلي بالك ما بناخدش السالب في الكيو سي اللي هي 4 فعشر وستالب ستة على المسافة ما بين الايه والسي اللي هي ديت اجيبها ازاي بالزبط انا عندي هنا مسلس قائم الزاوية ضلعينه 4 من 10 و 3 من 10 ما عرفش اجيب الوطر اكيد اعرف من قانون فيث غرص جزج 3 من 10 تربيع زائد 4 من 10 تربيع فيطلع لي 5 من 10 فالمسافة اللي هي 5 من 10 متر تربيع واجيب قوة ايه على سي وبعد كده هجيب قوة بي على سي فهضرب الكي في الكيو بي اللي هي 2 فعشر وستالب ستة في الكيو سي اللي هي 4 فعشر وستالب ستة على الار تربيع اللي هي برضو هتطلع علينا بنفس الطريقة 3 من 10 و 4 من 10 يبقى ده بخمسة من 10 متر فكده اجيبت القوة اللي بيأثروا عليها اجيب المحصلة ازاي انا عندي 3 انواع من المحصلة لو انا عندي شحنة بتأثر عليها قوتين في نفس الاتجاه فتبقى المحصلة مجموعهم لو عندي شحنة زي ما شفنا بيأثر عليها قوتين في عكس الاتجاه فتبقى المحصلة طرحهم لو عندي شحنة بتأثر عليها قوتين متعامدتين فبجيب المحصلة من فيثة غرص جزر دي تربيع زي دي تربيع طب انا دلوقتي عندي الشحنة سي بتأثر عليها القوة بي عاملة كده والخطوات بتاعة حل المسائل اللي بيبقى ما بين القوتين زاوية مش متعامدتين ولا في نفس الاتجاه والعكس الاتجاه مكتوبة في الملخص ايه اول نقطة بيقولك ان احنا الشحنة لازم نطلع منها القوة يعني انا الشحنة دلوقتي القوتين دخلين فيها هل ينفع اشتغل عليها واجيب المحصلة بالمنظر ده لا لازم اطلع منها القوة فعمل ايه همدي دي على استقامتها فتبقى دي الاف بي على سي ودي على استقامتها فتبقى الاف ايه على سي المنظر اللي احنا عملنا ده طيب ايه الفكرة من التلات اربع خطوات الجايين اللي هنعملهم كل اللي عايز اعمله ان انا احلل القوة دي على المحور اكس وعلى المحور واي طيب لو نفتكر من الصف التاسع تحليل القوة كان بيستلزم ايه لازم يكون معايا مقدار واتجاه طيب انا معايا مقدار القوة دول انا لسه جايبه اجيب الاتجاه ازاي اعايز اجيب الزاوية دي والزاوية دي يعني لو انا جيبت الزاوية دي والزاوية دي فايساوي دول بعض بالتقابل بالرأس طيب اجيب الزاوية دي ازاي عندنا قانون بيقول ان تان الزاوية بيساوي المقابل على المجاور فلو انا عايز الزاوية دي التان بتاعها بيساوي ادي المقابل وادي المجاور وده اسمه الوطر فتلاتة من عشرة على اربعة من عشرة طب انا عايز الزاوية يبقى تان سالب واحد تلاتة من عشرة على اربعة من عشرة فهنعمل ونجيب الزاوية غالبا تقريبا هتطلع بسابعة وتلاتين ان لم تخلني الزاكرة وبالتالي الزاويتين دول هيساوي بعض بالتقابل بالرأس طيب فبقى معايا مقدار واتجاه بنحلل كل قوة ازاي هحلل القوة بي على المحور اكس من قانون فب كوزاين سيتا اللي هو تعالوا نفترض ارقام لو الفب ب 10 نيوتن والف سي الف اي ب 5 نيوتن فهيبقى 10 نيوتن هيبقى 10 كوزاين 37 يبقى دي مقدار القوة بتاعتها في اتجاه اكس وحلل الف اي في اتجاه اكس بف اي كوزاين سيتا اللي هي برضو ب 37 فتبقى 5 كوزاين 37 وأحلل الف بي في اتجاه واي بعشرة ساين 37 والف اي في اتجاه واي بخمسة ساين 37 الكس كوزاين الواي ساين وأجيب قيمة كل واحدة من دول وليكن مثلا طلع لي مركبة بي في اتجاه الاكس طلعت وليكن ب7 نيوتن ومركبتها في الواي طلعت وليكن بتلاتة نيوتن ودي يتوليكن اتنين نيوتن ودي تلاتة نيوتن بعمل ايه بعد كده كل اللي أنا بعمله ده عشان اوصل في الآخر لمسألة ان هي شو احنا بيأثر عليها كووتين متعامدتين ايه اللي أنا عملته شلت القوة دي وحللت كل واحدة لمركبة اكس وواي فاطلع لي ان البي في اتجاه اكس 7 وفي اتجاه واي 3 والإيه في اتجاه اكس 2 وفي اتجاه واي 3 فبجيب محصلة القوة في اتجاه اكس الاتنين في نفس الاتجاه يبقى 9 نيوتن ومحصلة القوة في اتجاه واي اللي اتنين عكس بعض فهترحوا من بعض هلاقيها 0 فبعد كده المحصلة بتاعتي هتبقى ايه جزر Fx زاد Fy تربية يعني جزر 9 تربية زاد 0 تربية يعني 9 ومحصلة زاوية بزيرو برضو وده منطقي انا اصلا الواي لاشا بعضه فاكيد المحصلة هتبقى على اتجاه اكس او بزاوية زيرو فدي من المسائل التقيلة اللي لو حب يعني يجيبها في البونس فممكن يجيبها طيب اللي اتعقد منها يسيبوا منها خالص وتعالوا نشوف المسائل العادية جدا كرة فلزية صغيرة شحنتها مديني كيو واحد لمست كرة مماثلة متعادلة خلي بالك من النقطة دي قوي لما انا يبقى عندي كرة مشحونة وتيجي كرة تانية متعادلة فلما المسهم ببعض اللي بيحصل الشحنات بتبدأ تتوزع على الكورتين دول فإلا هيحصل شحنت دي هتبقى النص وشحنت دي هتبقى النص فخلي بالك لما قال لي ان هي لمست كرة مماثلة متعادلة فمعنى كده ان كيو واحد بقت بتساوي كيو تنين بقت بتساوي الشحنة اللي في الاول على تنين الشحنة اللي كانت موجودة في دي لما لمست كرة متعادلة تقسمت على الكورتين طب قال لي لمست كورتين تانين متعادلتين يبقى الشحنة هتقسم على تلات وهكذا وعلى فكرة ده نفس اللي عمله نيوتن في التجربة بتاعته عشان يقلل الشحنة ويشوف تأثير الشحنة على القوة فدي فكرة مهمة جدا طيب هو عايز ايه ما مجدر الكوة يبقى الف بتساوي كي في كيو واحد في كيو تنين على قار تربية الكي اللي هي تسعة في عشرة قس تسعة الكيو واحد واحد بوينت تنين في عشرة قس سالب خمسة على الاتنين والكيو تنين زيها فنقدر نحط تربية على القار مدين القار كتر خيره بالمتر يبقى القار تربية واطلع واجيب الناتج بالنيوتن كتابتك للمعطيات درجة كتابتك للقانون درجة كتابتك للتعويض درجة كتابتك للناتج وي الواحدة درجة فجيت في الاخر وطلعت ده بس هتنقص كل الدرجات دي فخلي بالك طيب وضعت الشحنات كيو واحد وكيو اتنين وكيو تلاتة متجاورات في الفراغ كما هو مبين في الشكل لو كيو واحد بكذا وكيو اتنين بكذا وكيو تلاتة بكذا جد مقدار الكوة الكهربائية المؤسرة في الشحنة كيو اتنين انا عندي كيو اتنين اهي وكيو واحد اهي وكيو تلاتة اهي المسافة مبين اتنين وتلاتة تمانية من عشرة ومدين الواي بالمتر والمسافة مبين اتنين واحد ستة من عشرة بالمتر ومدين الشحنات فبرضو بكتب المعطيات على جنب وارسم رسمتي وابدأ عوض هو عايز المحصل على مين على Q2 فبتأثر عليها Q1 و Q3 طب تعالوا نشوف اتجاه الشحنات ال Q1 ديت سالبة وال Q2 موجبة وال Q3 موجبة فQ1 و Q2 شحنات مختلفة فهيتجذبه فQ1 هتعمل في Q2 هتجذبها لها لبقى دي F1 على 2 و 3 و 2 متشابهين فيتنفره فال 3 هتأثر على ال 2 في الاتجاه فF1 على 2 هكتب القانون وعوض ولكن اخسرنا الوقت 9 في 10 على 9 في Q1 اللي هي 4 على 10 على 8 في Q2 اللي هي 8 على 10 على 8 على R تربيع اللي هي 6 من 10 تربيع و F3 على 2 K في Q3 على 6 على 10 على 8 في Q2 على 8 على 10 على 8 في المسافة بينهم 8 من 10 تربيع واجيب القوة دي واجيب القوة دي هنفترض برضو مش ده الناتج الحقيقي دي بعشرة نيوتن ودي خمسة نيوتن فالشحنة دي دلوقتي مؤثر عليها قوة دين فأنه اتجاه أفقيا ورأسيا يعني قوتين متعامدتين فأجيب القوة المحصلة ازاي بفيتا غرص 10 تربيع زاية 5 تربيع واطلع الناتج بين نيوتن وتاني مطلوب عايز زاوية القوة المحصلة فبجيبها ازاي الثيتا بتساوي تان سالب واحد العمودي على الافقي فين القوة العمودية اللي هي 3 على الاتنين اللي انا فرطتها هنا بخمسة وفين الافقي اللي هي 1 على الاتنين اللي انا فرطتها بعشرة يبقى اجيب الزاوية والزاوية دي هي اللي المحصلة عاملها دايما مع محور اكس يعني لما انا يبقى عندي القوتين في الاتجاه ده فأكيد المحصلة هتبقى بينهم والزاوية هتبقى هنا طب لو انا القوتين كانوا في الاتجاه ده فالمحصلة اكيد هتبقى هنا طب لو انا القوتين المحصلة القوتين في الاتجاه ده فأكيد المحصلة هتبقى هنا لو القوتين في الاتجاه ده فأكيد المحصلة بينهم وهكذا وقانون التان سالب واحد بيطلع لي دايما زاوية المحصلة مع فالزاوية اللي انا هتطلعها اللي هي تبقى عملها مع محور اكس الموجة طيب اخر مسألة معتمدا على البيانات في الشكل المجاور احسب مجدار الشحنة Q2 وحدد نوعها لو علمت ان الشحنة Q1 متزنة افهم من ايه ان كلمة Q1 متزنة فافهم من كده ان مجموعة القوة عليها متساوية وفي اتجاهات مختلفة طب هو رسم لي Q1 هنا وال Q2 هنا وال Q3 هنا ورسم لي دي بتسعة مايكرو كولوم وموجبة وال Q2 ديت عايز احسب مقدارها ونوعها ومديني Q1 موجبة وعايزني احدد مقدار ونوع الشحنة دي مديني المسافة دي بواحد من عشرة متر والمسافة دي باثنين من عشرة متر طيب فافهم من كده ايه بيقول ان Q1 متزنة يعني افهم من كده اف كيو اتنين على كيو واحد بتساوي اف كيو تلاتة على كيو واحد وفي عكس الاتجاه طيب هي تلاتة على واحد اللي اتنين متشابهين وبالتالي تلاتة بتأثر على واحد في الاتجاه ده تنافر فافهم من كده ان لازم اتنين تكون بتأثر على واحد في الاتجاه ده طب عشان اتنين تأثر على واحد في الاتجاه ده فلازم تكون شحنة اتنين شحنة ايه بالزبط شحنة سالبة عشان يحصل بينهم تجاذب فاول حاجة جبت نوع الشحنة ان هي سالبة طيب تعالوا نجيب قيمته هنعوض في القانون كيو اتنين كيو واحد على ار ما بين اتنين واحد تربية بتساوي كيو تلاتة كيو واحد على ار تلاتة الواحد تربية فهنلاقي كيو واحد راحت مع كيو واحد عشان كده ما جاب لكش قيمة الكيو واحد لان انت كده كده مش هتستعملها طيب الكيو تلاتة اللي انا عايز كيمتها على المسافة ما بين اتنين واحد اللي هي بكام متدهاني بالمتر والكيو تلاتة اللي هي متدهاني بكام بتسعة مايكرو كولوم فلازم احولها في عشرة السالب ستة على المسافة ما بين تلاتة واحد خلي بالك اللي هي كام تلاتة من عشرة تربية وبالتالي هعرف اجيب الكيو اتنين اضرب دفده واقسم على ده يعم اتجيبها بشفت صولف فدي كانت افكار بحاول اركز دايما على افكار تكون صعبة شوية لكن ان شاء الله هيجي في الامتحان افكار مباشرة اتمنى يكون كل الافكار مفهومة واشوفك على خير